دعوات غربية متزامنة وغير حاسمة لإيقاف الحرب في اليمن فقد طالب وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي بضرورة إيقاف الحرب وجمع كافة الأطراف على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية عبر المبعوث الأممي لليمن مارتين جريفث الوزير بومبيو كان قد ركز اهتمامه في مقابلة اللهم مع القناة الناطقة بالفارسية في تلفزيون بريطاني بي بي سي على الدور الإيراني في اليمن وربطه تحقيق السلام في هذا البلد بوقف المساعدات الإيرانية للحوتيين من جانبه أكد وزير الخارجي البريطاني جيرمي هانت إنه يرغب في أن يبحث خلال زيارة له تبدأ الاثنين إلى كل من السعودية والإمارات سبل إنهاء الحرب الدائرة في اليمن ولفت الوزير هانت في تصريح له بهذا الخصوص إلى التكلفة البشرية للحرب في اليمن والتي قال إنها أكبر من أن تحصى في ظل تشرد الملايين عن منازلهم إلى جانب المجاعة وانتشار الأمراض وسنوات من نزيف الدم وشدد هانت على أن الحل الوحيد الآن هو قرار سياسي بالتخلي عن السلاح والسعي لتحقيق السلام وأمام المجتمع الدولي نافذة لصنع تغيير ودعم عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة والجهود الحالية لبلاده في مجلس الأمن كان اللافت في الدعوات الغربية ما جاء على لسان المستشار الألماني أنجيلا ماركل التي كانت تتحدث أمام منتدى باريس للسلام حيث طالبت بضرورة تحرك العالم لإيقاف الكارثة الإنسانية في اليمن وفيما يبدو أنه ترحيل للموعد الذي سبق وأنحدده وزير الخارجية والدفاع الأمريكيين لعقد جولة مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية تتزامن مع وقف لإطلاق النار توقع المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحا حق رؤية الخطوات الأولى نحو خفض التوتر في اليمن بينما يجري التقدم في سبل الدعوة إلى مشاورات سياسية بين الأطراف قبل نهاية هذا العام وبحسب ما ترجح مصادر دبلوماسية فإن جولة المشاورات بين الأطراف اليمنية قد تنعقد منتصف الشهر القادم المصادر ذاتها توقعت أن يتوصل مجلس الأمن إلى قرار بشأن اليمن يجري اعتماده في الجلسة المقرر أن يعقدها في السادس عشر من هذا الشهر ويستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث